السلام عليكم ورحمة الله أهلا وسهلا فيكم فيديو جديد من فيديوهات فقه الصيام وصلنا بالدرس الماضي عند المكلف في الصيام منهم المكلفون في الصيام أول نوع اللي هو المسلم المسلم الثاني البالغ والعاقل والمقيم يعني غير المسافر والصحيح يعني المافي مرض وبالنسبة للنساء أنه ما تكون مرأة حائض أو نفساء رح نشرحه الوحدي وحدي بحجالي إن شاء الله مشان ما نطول فيديوه كثير أول شيء بالنسبة للمسلم الكافر إذا لم يفعل الواجبات ويترك المنهيات فإنه يستحق العقاب من الله إذن الكافر إذا ما عمل الشيء يلي رب العالمين أمر فيه وبعد عن الشيء يلي رب العالمين نهى عنه رغم هالشيء إذا ما عمل هالشيء هذا فيستحق العقاب من الله الكافر عم نحكي عن الكافر وكذلك إذا صام أو زكى الكافر إذا قالوا والله أنا شايفكم أنه مطصومه وصيامه شيء كويس فرح أصوم هنا نحكي للكافر أو مثلا رح يطالع زكاة ماله مثل ما بيطالع يعني يقلد المسلم فلا يقبل منه عمله وسيجده سرابا يوم القيامة إذن الكافر ما رح ينقبل منه هالشيء هذا يعني رح يتعاقب على كل أحوال الكافر إذا ترك المسلم المنهيات لوجه الله يستحق الأجر من الله أما المسلم بالعكس إذا ترك المنهيات اللي رب العالمين والأمور ينهى عنه إذا ترك المسلم لوجه الله يستحق الأجر من الله أما إذا ترك الكافر نفس المنهيات إذا تركه الكافر فلا يستحق الأجر من الله إذن فالمكلف بالصيام هو المسلم إذن المسلم هو المكلف بالصيام إذن أول مكلف بالصيام هو المسلم المكلف الثاني بالصيام هو البالغ الإنسان البالغ هو من احتلم أو نبت شعر وعانته أو بلغ سن البلوغ وهو 15 سنة إذن إما احتلام أو نبت شعر العاني أو بلغ سن البلوغ 15 سنة يضافي لذلك نزول الحض للإناث بالنسبة للإناث إذا بس نزل الحيط فهذا دليل على البلوغ فمن وقته يصير مطالبة بالصيام ومن لم يبلغ بالنسبة للأطفال اللي يصوموا أو يصلوا مثلا من لم يبلغ يؤجر على فعله للطاع بما فيها الصيام إذن هذا كلته إلو الأجر ثواب فيه سواء الصيام أو سواء الصلاة أو غير من العبادات إذا عمل غير المكلف يعني إسا يلي مبالغ فهذا إلو أجر ثواب لكن إذا ما عمل لا يعقب عليها ليش؟ لأنه إسا ما وصل لمرحلة البلوغ وبالتالي ما وصل لمرحلة التكليف ولا يستحق العقاب إذا ترك الواجبات ليش؟ لأنه من قول إسا ما وصل لمرحلة التكليف النوع الثالث هو العاقل الشرط الثالث هو العاقل هو الذي سليم من الجنون يعني الغير مجنون لأن العقل هو مناطة التكليف العقل هو الشرط لحتى يتكلف الإنسان هنا توجد ثلاث مسائل يجب توضيحها المسألة الأولى الشخص الذي يصاب بمرض السبات مرض السبات معروف السبات يعني مرض يصيب الإنسان بيفقد الوعي فيه خلينا نقول لكن لفترة طويلة لمدة شهر أو سنة أو ما شابه في المستشفيات بكون هناك مسألة مرض السبات هذا القول الراجح فيه أنه لا يقضي ما فاته من رمضان لأنه ليس ممن شهد الشهر إذن اللي بيصيبوا مرض السبات ممكن ينام شهر شهرين ثلاث سنة بالمشفى أو حتى بالبيت نايم نايم ما بتحرك خالص فقط عم تنفس يعني عايش إنما فاقد الوعي نهائيا فهذا الشخص ليس ممن شهد الشهر ورب العالمين قال فمن شهد الشهر فليصمه فهذا ما شهد الشهر ما شهد شهر رمضان هذا بس يطيب من مرض السبات ليس عليه أن يقضي ليس عليه أن يقضي حتى لو كان صلوا مثلا سني أو سنتين بمرض السبات فراه عليه رمضان أو رمضانين ليس عليه أن يقضي الرمضان اللي راح عليه لماذا؟ لأنه هذا ما شهد الشهر الحال الثاني هو الشخص الذي يغم عليه إنسان أغمي عليه كل شهر رمضان يعني إنسان أغمي عليه من قبل رمضان قبل ما يباشر رمضان ما صح إلى بعد ما خلص رمضان هذا الشخص أيضا القول الراجح فيه أنه لا يقضي لأنه ليس ممن شهد الشهر نفس الحال الأولى إذا ما شهد الشهر فهذا ليس عليه أن يقضي القول الراجح فيه قول الراجح من أهل العلم أما الأمر الثالث هو المختلف فيه القول الأمر الخلافي فهو الشخص الذي يغم عليه أياما من رمضان يعني إنسان صار معه حادث معين أغمي عليه لمرض معين لحادث لا سمح الله لأي شيء أغمي عليه سواء بأول رمضان أو بنصف رمضان أو بآخر رمضان فهذا طبعا ورجع صحي فهذا الأيام اللي أغمي فيه كان مغمى عليه فيه عايش إنما مغمى عليه فهذا الواجب أنه يقضي هالأيام اللي أغمي عليه فيها يعني أغمي عليه وضل مغمى عليه مقول أربة همستيام مثلا ورجع فاق ومره تمام هل الواجب عليه بقى هون إنه يقضي هذون الأربة همستيام الأفضل أن يقضي ما فاته احتياطا احتياطا الأفضل ملخص أقوال أهل العلم أنه الأفضل أنه يقضي هون هذون الأيام احتياطا ليش؟ لأنه هو ممن شهد الشهر إذن الأفضل أن يقضي هون احتياطا الرابع هو المقيم يعني غير المسافر هو الذي يتواجد في مدينته التي يسكن فيها حيث أن المسافر هو الذي انتقل إلى مدينة أخرى بنية الرجعة القريبة مثلا لإجراء أوراق أو العلاج أو السياحة يعني إذا حدث ألك أنت وين موجود وين مقيم بالنفوس وين مثلا إقامتك وين لنقول مثلا هذا مقيم في مدينة لنقول مثلا حلب فرضا فهذا مقيم في حلب لكن راح إلى دمشق مثلا راح إلى دمشق بدي يروح يمشي أوراق فرضا بدي يروح علاج معين بدي يعمل عملية ويرجع بدي يمشي أوراق ويرجع إذن رايح الفترة قصيرة هذا بيسفروا للبلد الثاني راح ببنية العودي رايح ببنية العودي ما هو رايح يسكن في الشام صح؟ إذن إذا هو يرايح بنيته وين جوا أنه هو يبدي يرجع بدي قطيها الشغلة ويرجع يوم يومين ثلاثة أربع أسبوع ويرجع بدي يعمل عملية ويرجع بدي يوقع أوراق معين يمشي أوراق معين ويرجع راح سياحة راح إلى بلد الثاني خالص سياحة أسبوع أسبوعين ويرجع بالبلد اللي هو راح عليها يعتبر مسافر لا يعتبر مقيم وبالتالي ليس واجب عليه ليس مكلف الصيام ليس مكلف الصيام لأنه عنده رخصة اللي هو رب العالمين أعطاياها هي رخصة المسافر طبعا وعليه قضاء فيما بعد كل يوم بيومه أما الذي ذهب للدراسة أما واحد مثلا لنقول من حمص سجل بالجامعة طلعوا له بالجامعة مثلا نقول بحلب لا نقول بجامعة حلب راح قبل رمضان إلى جامعة حلب وسكن هناك ورايح هو دراسي هالدراسي ممكن يطول أربعة سنين خمس سنين ست سنين عشر سنين مثلا إذا لم يدرس طب هذا الشخص صار اسمه مقيم في حلب صار اسمه مقيم في حلب لأنه هو رايح مدته طويلة راح يسكن فيها مده طويلة فهذا صار اسمه مقيم في حلب طيب هو برمضان هو برمضان صار طبعا مكلف في الصيام ما صار اسمه مسافر صار مكلف في الصيام في حلب تمام لأنه إقامته صارت وين حلب طيب هو برمضان بنصف رمضان قال بدي أنزلنا عند أهلي أو أخلينا نقول آخر يومين ثلاثة برمضان قال بدي أنزلنا عند أهلي على الحمص وبدأ أقضي العيد عنده alu أقضي الكم يوم أمضي هالكام يوم اللي ظلم رمضان عنده وأعيد عنده الكام يوم pertama هدول الثين يومين ثلاثة اللي ظلموا من رمضان اللي نزل فيهن إلى حمص هو مسافر عند أهله لأنه هو ما هو رايح بنية أنه يسكن عند أهله هو رايح ويقيم عنده لا هو رايح بنية أنه يزورهم ويرجع إلى مكان إقامته الجديدة اللي قلنا هو يصار حلب صح؟ إذن اللي راح بالنسبة للدراسة اللي راح لعمل واحد راح إلى السعودي راح يشتغل هناك ممكن العمل يضل أربع خمس سنين عشر سنين فمنقول هذا أسمه مسافر طول هل المد هي اسمه مسافر؟ لا هذا اسمه مقيم إذن اشترى بيت أو استأجر بيت وجاب غراض وإلى آخره هذا صار اسمه مقيم ما اسمه مسافر إذن هذا صار اسمه مقيم يعني القصد أنه هذا صار مطلوب منه الصيام ليس عنده رخصة المسافر أنه ما يصوم إن شاء الله تعالى يكون هو وضحي اللي راح مثلا إلى السعودي للعمل بعدين قرر أنه ينزل هو بعمله وقرر أنه ينزل الزيارة لعند أهله فبالزيارته هو لعند أهله بسوريا هون صار اسمه شو؟ صار اسمه مسافر عند أهله يجوز له أن يفطر يجوز له أن يفطر ليش؟ لأنه جاي بنية الزيارة وبعدين لنقول كم يوم وبعدين قرر أنه يرجع إلى مكان إقامته الجديد اللي هو السعودي مكان العمل إذن أما الذي ذهب للدراسة أو العمل فهو يعتبر مقيم في بلد الدراسة والعمل البلد اللي راح إلى وعندما يذهب لزيارة أهله يعتبر مسافرا في فترة الزيارة الصحيح أو المعافى هو الشخص غير المريض فالمريض هو الذي يؤثر عليه الصيام أو يؤخر في شفائه ليس مكلف الصيام ومرت معنا بأول فيديو وبدأ ترجع تمر معنا شو حكم يلي بدي يصوم ويدره الصيام بيدره أو بيأخر بشفائه إذا كان مريض عم نحكي إذا كان مريض مرضا لا يرجع شفائه فشو حكم يلي الصيام بيأثر على مرضه أو بيأخر بشفائه طبعا هذا حكمه مكروه ومثل ما مر معنا بأول فيديو ممكن يوصل للتحريق إذن هو الشخص غير المريض فالمريض الذي يؤثر الصيام عليه أن يؤخر أو يؤخر في شفائه في شفائه ليس مكلف الصيام إذن شخص المريض ليس مكلف الصيام المريض ما هو والله رشح ووجع راس وما بعرف إيش لا المريض مرض لا يرجع شفائه مرض مزمة مرض طويل لا سمح الله السرطان لا سمح الله السكري فيه أمراض بتطلب أنه ياخد علاج ما بيصير يوقف العلاج ممكن يدرسحته هذا غير مكلف الصيام هذا غير مكلف الصيام شو بدي يسوي بالفيديوهات الجاي إن شاء الله تعالى رح يمر معنا شو المطلوب من كل واحد تمام لهون بوصل يكون وصلنا لنهاية الدرس اليوم إن شاء الله تعالى يكوني حسنت أني أوصل الفكرة بطريقة صحيحة ربي يحميكم وفقكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله ترجمة نانسي قنقر